ونتوقف مع خبر ما زال يثير اهتماما على مواقع التواصل ويتعلق بحادثة غرق زورق مهاجرين في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية إذ انتشلت السلطات المصرية صباح اليوم 11 جثة إضافية بعد سحب الزورق لتصل حسيلة الضحايا إلى 179 قتيلا وذلك بحسب ما أعلن المتحدث باسم محافظة البحيرة الذي أكد استمرار عملية انتشال الجثث وإلى حكاية اليوم الأخير التي صدرت على يوتيوب وتتحدث عن آخر يوم لضحايا المركب الأغنية التي غنها ولحنها هشام جمال وكتبها أمير طعيمة حضيت بآلاف المشاهدات منذ طرحها فيما استعانى منفذ الأغنية ببعض المشاهدات الحقيقية لأسر أو بعض المشاهد الحقيقية لأسر الضحايا وبعض كلماتهم في وسائل الإعلام دي حكاية اليوم الأخير بدأت مع طلوع النهار في الفجرة يا أبو يا أمي يا أبو وهم أخدين القرار قالوا هنمشي عشان ظروف ولم هدومي في شنطتي سبت العرف والرفوف عالأرض وقعد ضحكة اشتركوا في القناة